خلانا اتكلم بصراحة كده اتعلمتي ايه من النادي الاهلي يعني في حياتك بصفة عامة لا اتعلمت كتير يا كابتن زي انا الاساس اولا اساس والنادي الاهلي ازاي يقف مع لعيب ويخليه يقف على رجله كويس اساس بتاعك مستقبلك ان انت بيخططلك مستقبلك رايح على فين بحيطة ان انت الاسرة ما تشلش لهمك ولا هم اقامتك ولا الانين عليك انت في ايد امينة حياتك المستقبلية ان انت بتفكر وبتحلم بس اعمل الواجب اللي عليك في الملعب وود النادي والنادي بيقف جنب ولاده ان دي برضو كابتن رسالة لكل العيبة ان ناديك بيقمن لك مستقبلك وناديك بيخطط لك لمستقبلك وما بيقلقش اسرتك خالص خالص كابتن بيهيئ دماغك ان انت ازاي تبدأ في الملعب يعني مؤسسة بتوفر لك كل شيء كل شيء فبالتالي برضو انت لما تلاقي كده كابتن عايز ايه غير انك تموت نفسك في الملعب فده اللي انا شفته ان انا شفت ايام طبعا في النادي الاهلي لما برضو رجعت من الاسماعيل كابتن شاحتة كان مسك كان منخب مصر كابتن ايام مايكرو سميس من مايكل سميس 86 خدوه مع مايكل سميس كان حضرتك طبعا ما شاء الله كانت مكسر الدنيا مع منتخب مصر فطبعا حاجة زي كده لقيته مشي فروحت هناك لقيت بقى قال لك لتفات على الفلوس وكل حاجة ورجعت للنادي وقلت لهم كذا 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 قالوا تمام ايمن وكان طرق السيد موجود معنا خدوا اثنين بس من الخمسة وقال لك احنا عايزي محتاجين المكانين دول بس كان كابتن حماد الرومي بقى كابتن حازم وكابتن عماد سليمان يعني وحماد الرومي يعني ناس وعلي أغى الله رحمه فأنت فوص الناس دي وكابتن شاحتها يحب طبيعة اللعب التاعي ايه 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 العب ماطش ودي هلعب ماطش ودي اجيب له جنين تلاتة يقول لك ايه الودة حازم يقول لك ايه الودة انت جبت له قال لك ده من نادي الأهلي فاللعيب الكبار قال لك اللعيب الكبار بقى يروحوا جايبينك كده ويدخلوك معاه لما يلوك لعيب كويس قال لك ده معانا بالضبط كده ان اللعيب كويس ويساعدنا يعني في الحتة قال لك ده كيبت فكبت انشحت قال لك هو ده اللي أنا عايزه وهو طرق السيد المساك فطبعا لقنا مشي رحت أنا واخد بعضي في الباس كده بالليل هما كانوا بيقولوا كنت ماضي ما ماضتش فكان لسه ماضي وبيطلعوا لي الشيكب عشان هاخدوا خلاص واستقروا خدوا المنتخب ففي تمرينة جاي بقى كابتن أميرو قال بقى لا أنا الله أرحمه برضو ان لا دقائما احنا لسه نتكلم في الفلوس وفي مطشقات ودية كده هتلعبها تاني فالكابتن حازم قال لكابتن ده كابتن شاعته مخلص والدنيا قال له طب بس سيقعد معانا فترة فالوقت ده كنت بروح وبرجع مع العيبة بس الكلام ده حصل في نوصل الأسبوع كان مطش ودي وحنا مغلومين اتنين رحت نازل الشوت التاني اتنين اتنين انا اللي جبت الجنيه فكده بصمت بالعشرة ان انا ايه خلاص ان انا بس في دماغي الكلام اللي هو القبل المطش لا ده لسه هيشوفني تاني رحت اواخد بعد كان فيه بس كده بينزل بالليل فشافوني كابتن حازم قال لي انت راح فيه والطولة ده انا بس عايز اجيب حبة لبسي ليه عشان هطول شكل كده وهرجع على طول فاروحت مرجعتش كابتن شاحتة ماشي يمان هده اللي انا مرتبط ديه وماسك فيه كابتن شاحتة